الموضوع الكنزو الثمين كان لفلاح ثلاثة أبناء هاجروا إلى المدينة بحثاً عن العمل والربح الكثير كما كانوا يظنون مرض الفلاح وخاف أن يهمل أبناءه الأرض بعد وفاته فجمعهم وأوصاهم قائلا لقد تركت لكم في هذه الأرض كنزاً ثميناً فابحثوا عنه وبعد أيام توفي الفلاح فأقبل أبناءه على أرضهم يقلبونها شبراً شبراً لكنهم لم يجدوا شيئاً فجلسوا يفكرون في وصية أبيهم قال أصغرهم قال أصغرهم لعل أبانا كان يهذي من الحمى فرد عليه أكبرهم لا أظن ذلك إنه كان يقصد شيئاً فقال أوسطهم هيا نزرع الأرض هيا نزرع الأرض ما دمنا قد قلبنا تربتها زرع الإخوة الثلاثة الأرض قمحاً وشعيراً واعتنوا بالزرع حتى نضجت سنابله فحصدوها وباعوا المحصول بنقود كثيرة فعرفوا أن أباهم أراد أن يحثهم على العمل وأن يعرفوا أن الأرض هي الكنزو الثمين إذا وجدت من يخدمها ويأتني بها فعاشوا ينعمون بخيراتها الوفيرة وشكراً جزيلاً يرجى الاشتراك في القناة